قلقاً إيراني في الربع الساعة الأخير من ولاية ترامب نقله قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني لوكلائه في المنطقة وفق Associated Press فيما تتصعد وطيرة العقوبات الأمريكية قآني طلب حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة بالامتناع عن الأعمال العسكرية ضد الولايات المتحدة حتى لا يستخدم ترامب ذلك ذريعة للهجوم عليها في الأسابيع الأخيرة من ولايته فاحتمالية ضرب طهران كان قد أثارها المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إيليوت إبراهام في لقائه مع العربية بتحذيره من أن أي خطوة عسكرية كبيرة ضد الولايات المتحدة سواء من إيران أو من ميليشياتها ستندم عليها ليس في نية الرئيس دونالد ترامب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن مؤخراً سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان لكننا نعلم جيداً أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحاً في العراق وأعتقد بأن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره النيويورك تايمز لو فكرت إيران أو ميليشياتها في مهاجمة الأمريكين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أمريكي قوي جداً وتسابق إدارة ترامب الزمن لفرض سياسة الضغط القصوى على إيران ومساعدة العراق على تنويع مصادره بعيداً عن إيران بهدف تجفيف منابع تمويل الميليشيات الإيرانية فراس حمزة العربية